موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس إلى واحد أمين حبائي فاكرين في كل مرة بنتكلم عن الخمسين بنقول ايه التحية بتاعتنا إخريستوس أنستي إليسوس أنستي تحية اللي فيها الفرح وفيها التهليل برب المد يسوع المسيح الحمل الحقيقي القائم بين الأموات الحمل الحقيقي الفصح الحقيقي بتاعنا خروف الفصح الحقيقي اللي نقلنا من الموت للحياة اللي نقلنا من حكم الموت والإدانة الدينونة لأن احنا نتبرر بدامه وننجو به من الغضب كنيسة كنيسة رتبت القراءات بتاعتها خلال فترة الخمسين وعملت حاجة حلوة قوي في كل قدس إنه لازم يبقى فيه احتفال بالقيامة واحتفال القيامة ده ليه طريقة ما هواش مجرد لا احنا بيتقال لا ده يبقى فيه دوران في الكنيسة كلها علشان الكنيسة بالطريقة دية عايزة تعلن كده إن خبر القيامة يوصل لكل نفس يوصل لكل واحد يوصل للبعيد والقريب يوصل لكل إنسان عنده استعداد إنه يقبل ويسمع ويعيش فرح القيامة يتعزى بفرح القيامة يغلب بقوة القيامة يتفاعل مع دعوة الإله القائم من بين الأموات المعنى ده هو الكنيسة النهاردة بتقدمه لنا من خلال قراءات السبت التاني في الخمسين معروف إن الأسبوع التاني ده كله القراءات بتاعته بتدور حوالين إن المسيح خبزنا هو شبعنا خبزنا وشبعنا بس مخصوص كمان لكل واحد فينا شبع خاص في عمل خاص مع كل واحد فينا تعالوا كده نشوف الحكاية دية أو الحقيقة دية معلنة إزاي من خلال القراءات بتاعت النهاردة قراءات النهاردة بتبرين لنا كده إن ربنا عارف كل واحد فينا باحتياجاته هنبتدي النهاردة بإنجيل الأداس إنجيل الأداس بيقولنا كده حادثة كلنا عارفينها ومشهورة جدا بالنسبة لنا حادثة إشباع الجموع يمكن كلنا متعودين إن إحنا نسمع أو نقرأ الحادثة دية أو المعجزة بتاعت شبع الجموع دية بالطريقة اللي كتبها لقى الإنجيلي لأن إحنا في كل يوم في صلاة الأجبية بنقرأ أو بنردد الحادثة دية علشان ناخد المعاني بتاعتها من خلال اللي كتبوا لقى الإنجيلي بالروح الكدس كنيسة النهاردة بتقدم لنا نفس الحادثة دية بس كما كتب معلمنا يحنى الإنجيلي بالروح الكدس ولما كل واحد يكتب بالروح الكدس لازم يبقى ربنا بيعلن حقائق لكل واحد عشان توصل لنا برضو يحنى الإنجيلي في إصحاح ستة يقول لنا كده فرفع يسوع عينيه ونظر أنه جامعا كثيرا مقبل إليه بعد ما شفى مرضى كتير والناس ابتدت تتجمع حواليه فرفع يسوع عينيه ونظر أنه جامعا كثيرا مقبل إليه عمل إيه طيب؟ معلمنا لقى الإنجيلي يقول لنا كده أن التلاميذ راحوا لرب المجد وقالوا له أسرف الجموع فقال لهم أعطوهما أنتم ليأكلوا فقالوا له ما عندناش أكثر من خمس خبزات وسمكتين في إنجيل معلمنا يحنى يحنى الإنجيلي بالروح القدس يقدم لنا كده حوار خاص حصل بين رب المجد وواحد من التلاميذ مين التلاميذ ده؟ يقول لنا كده لما السيد المسيح نظر جامعا كثيرا مقبل إليه فرح رب المجد قال لفلوبوس من أين نبتع خبزا ليأكل هؤلاء؟ من أين نبتع خبزا ليأكل هؤلاء؟ إنما قال هذا لأمتحنه لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل رب المجد بيقول له كده عشان يمتحنه وعايز يعلمه درس في تعامل خاص بينه وبين فلوبوس فلوبوس الإنسان اللي عنده القدرة على تحليل المشكلة وإدراك أبعادها رب المجد بيقول له تعالى أنا عايز حتى عقلك الحلو والإشغال ده أنا عايزه يبقى متيقن من حقيقة رب المجد نفسه يبقى مليان بمعرفة رب المجد يبقى شبعان يبقاش متغيب ما يبقاش بعيد عن أنه هو يمتلئ بالمعرفة الحقيقية بتاعت رب المجد فلوبوس رد على رب المجد قال له إيه؟ أجابه فلوبوس لا يكفيهم خبز بمائتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا كل واحد رد على رب المجد بعبارة واحدة قال له دول ما كفهمش خبز بمائتي دينار عشان كل واحد فيهم يأخذ حاجة صغيرة يأكل حاجة قليلة إيه ده؟ ده بص بعين وكده ولخص المشكلة كلها قال له واحد وهو ان دروس أخو سمعان بطرس جيه واحد بقى سامع الحوار ده جيه ان دروس فبيقول لرب المجد هنا غلام معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ يعملوا إيه خمس خبزات وسمكتين خمس أرغفة شعير وسمكتين يعملوا إيه للناس دي كلها؟ واحد قال المشكلة والتاني شرح قلة الإمكانيات ساعات احنا بنقف في رؤيتنا للمشاكل والأمور عند هذا الحد نلخص المشكلة في عبارات قليلة تعبر عن ضخامة الأزمة ونلخص الإمكانيات في عبارات صغيرة بتعبر عن ضحالة الإمكانيات ونحط الاتنين جنب بعض فيبان الفرق الكبير قوي بين المشكلة وبين الإمكانيات عند رب المجد عند ربنا نفيش الكلام ده في الأبدية عيننا تتفتح على أن إحنا كنا ما تحوك علينا ضحكة ما تحوك علينا كبير كتير قوي في قصة المشاكل والإمكانيات ليه؟ لأن عند رب المجد الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله وأن الخمس خبزات والسمكتين دول في إيد رب المجد يشبعوا الخمس تلاف ويفيد منهم إتناشر قفة مملوقة ومش بس كده ده رب يوحانا الإنجلي يقول لنا كده أن كل واحد فيهم أخذ زي ما هو عايز بقدر ما شاءه أكلوا كل واحد فيهم بقدر ما شاءه وجمعوا الكسر اللي فضلت من الخمس خبزات مالقوا منهم إتناشر قفة مملوقة ده شبع الأبدية دي البركة بتاعت ربنا البركة اللي يعنينا تبقى مفتوحة عليها الفيض بتاع ربنا فيض للتحاد برب المجد القائم بين أموت يا ترى البركة دي إحنا يعنينا مفتوحة عليها ولا البركة في نظرنا حاجات تانية يا ترى البركة الحقيقية بتاعت رب المجد القائم بين الأموت يعنينا مفتوحة عليها ولا بندور على البركة في سيكاك تانية يا ترى بنعرف نتكلم مع ربنا نقوله المشكلة والإمكانيات وعنينا تبقى لسه مرفوع ناحيته ولا نقول ربنا المشكلة والإمكانيات ونسيبه ونمشي يا ترى بنستنى لما نعرض مشكلتنا وإمكانياتنا ونحطهم عند أقدام رب المجد نستنى لما نجمع الكسر اللي فضله بنملى منها 12 أفة ولا بنمشي يا ترى بنشبع بنشبع زينا زي كل واحد من الخمس تلاف واحد دول ياخد اللي هو عايزه ويشبع به ولا بنمشي وإحنا جعانين ومشبعناش بعمل ربنا وكلمة ربنا إحنا النهاردة كنيسة بتدعينا من خلال هذه القراءات إن إحنا نكتشف حقيقة البركة وحقيقة الشبع والغنى اللي لينا عند رب المجد اللي عنده استعداد إنه هو يقدمه لنا في كل وقت وفي كل حين عشان ما نشكيش احتياج ونقول دايماً الرب رعاية فلا يعوزني شيء المعنى ده نلاقيه برضو واضح في إنجيل العشية كان فيه واحد أعمى عنده أريحة جالس على الطريق قعد على الطريق أخبروه أن يسوع الناصر مكتاز الناس شايفة إن رب المجد معدي بالصدفة لكن حقيقة كان رب المجد رايح له قصده زي ما كان قصد فلوبوس وزي ما كان قصد اندراوس وزي ما كان قصد كل واحد من الخمس تلاف واحد اللي شبعوا من الخمس خبزات والسمكتين رب المجد كان رايح له مخصوص سمع إن رب المجد معدي فصرخ قائلاً يا يسوع ابن داود ارحمني أنت عارف إن ده ابن داود؟ أيوة عارف إن ده ابن داود عارف إن ده المخلص فانتهره المتقدمون أما هو فصرخ أكثر كثيراً يا ابن داود ارحمني وقف رب المجد وقال له ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال يا سيد أن أبصر فقال له يسوع ابصر إيمانك قد شفاك فتح وربنا اداله البصيرة دا أنه يشوفه أنه يتمتع بيه من خلال ثقةه وإيمانه اللي حطوهم في رب المجد شاف المشكلة بتاعته وبعين الإيمان طلب من ربنا فأخذ حل المشكلة بتاعته خد البركة الحقيقية بتاعت رب المجد في الوقت دا لما تقابل معه ونال شفاء من العمى بتاعه المزمور بتاع إنجيل الأداس يقول لنا كده داود النبي أرسل كلماته فشفاهم ونجاهم من كل تهلكاتهم ليسبحوا له زبائح الحمد وليعيدوا أعماله بترنم في البركسيس هنلاقي حاجة شبيهة بكده حصلت مع واحد من التلاميذ مع بطرس الرسول عشان كده كل ولاد ربنا اللي بيشباعوا بربنا بنلاقيهم ليهم نفس الفكر وليهم نفس الطريقة بتاعت ربنا ربنا هو اللي بيشتغل فيهم وبيهم ويتمجد فيهم ويتمجد بيهم يقول لنا كده إن كان فيه واحد اسمه إنياس مقعد ليه ثمان سنين نايم على السرير بتاعه عد عليه بطرس وقال له يا إنياس يشفيك يا صع المسيح قم وافرش لنفسك فقام للوقت الأعمى فتح والمقعد قام وخد شفا في إنجيل باكر رب المجد بيقول كده أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني إن أتى آخر باسم نفسه تقبلونهم كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه حقيقة مش حلوة كده حاجة تحزن إن رب المجد يقول كده إن فيه ناس مش هتقبلني ولو أتى واحد باسم نفسه تقبله واحد يبقى كذاب ونسى صدقه عشان كده في الكاسيليكون في رسالة يحنى الأولى يقول لنا كده من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الأب والإبن الذي ينكر الأب والإبن الكذاب اللي يجي باسم نفسه عشان كده بولس الرسول فيه رسالة تميساوس التانية قدم لنا كده فصل البولس وقال لنا كده أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من ناس لداود بحسب إنجيلي ناس لداود ده بيفكرنا تعبير ده بالمعجزة بتاعة الراجل الأعمى ده قال لنا كده أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من ناس لداود بحسب إنجيلي وبعد كده يكمل يقول لنا صديقة هي الكلمة إنه إن كنا قد موتنا معه فسنحيا معه إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لا يقدر أن ينكر نفسه إحنا إن كنا موتنا معه فسنحيا أيضا معه إن كنا أولاده هنعمل زي ما عمل بطرس وربنا ما يقدرش على واحد فينا إنه هو يكون من الناس اللي هينكره رب المجد واللي يبقى وعاد عن العمل الخلاصي بتاع رب المجد ربنا القائم من بين الأموات يحفظ قلوبنا وعقولنا ويحفظ كهيننا كله ويجدد طبيعتنا علشان تنفتح عيوننا يدينا شفاء حقيقي من الخطيئة ويجدد طبيعتنا علشان نعاين مجد وبركات القيامة لكي ندخل إلى الحياة الأبدية نتمتع بشبع كياني دائم ببركة حقيقية بركات القيامة من بين الأموات إخريستوس أنيستي أليسوس أنيستي له كل المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر